السقوط الحر free fall ما قصدنا السقوط الحر؟ قصدنا أنه جسم يسقط بدون أي تأثير يعني مثلا ما وضعناه على سطح مائل أو بنأثر عليه بأي قوة ثانية حر يسقط التأثير الوحيد التأثير الجاذبية الأرضية هذا معنات السقوط الحر لو كان عندي أي جسم كرة مثلا وتركتها تلقائيا ستتتجه نحو الأعلى ستسقط إلى الأرض عارفين أنه هذا هو التأثير الجاذبية الجاذبية الأرضية وفصلنا حركة هذه الكرة نجد بداية حركتها السرعة كانت كم؟ السرعة كانت صفر كانت ثابتة ما كانت تتحرك أبدا بعد كده لما تركناها بدأت تتحرك إلى الأسفل كل ما لها تزيد سرعتها إلى أن تصل إلى الأرض يعني السرعة الجدائية كانت صفر لكن عندها سرعة نهائية معينة بما أنه في تغير في السرعة في التسارع تسارع هذا ثابت للجاذبية الأرضية اللي هو 9.8 متر كل ثانية وهذا اللي يقولوا عليه التسارع الجاذبية الأرضية وهو ثابت في جميع الأرضية الممكن نطلق عليه أيضا جي أيش معنى تسارع الجاذبية الأرضية 9.1 متر اللي يقولي ثانية تربية طبعا تربية تربية لأنه هذا التسارع معناه أنه لو تبعنا حركة هذه الكرة في الثانية صفر سرعتها صفر لأنه كنت ماسكها وتركتها بعد الثانية سرعتها ستزيد بهذا المقدار ستصير سرعتها 0.8 متر لكل ثانية في الثانية اللي بعدها السرعة ستزيد بهذا المقدار لأنه هذا المقدار التسارع فهنزود على 9.8 9.8 أيضا يعني ستصير 19.6 متر لكل ثانية ثانية اللي بعدها هذه السرعة ستزيد بهذا المقدار يعني نجمع 19.6 زائد 9.8 ونطلع السرعة الجديدة وهكذا معنى هذا كل ما زادت مدة سقوط الكرة كل ما زادت سرعتها يعني لو أصغطتها من مكان أعلى تركتها إلى أن تصل إلى الأرض سرعتها بالتأكيد ستكون أسرع من هذه الكرة إلى مكان أقل ارتفاعي طيب هل تفرق سرعة الأجسام باختلافها؟ يعني مثلاً لو أخذت الكرة قارنتها مثلاً بورقة ورقة من كتاب ألقيتهم من نفس الارتفاع هل سرعتهم ستكون مختلفة؟ أنت طبعاً من تجربتك عارف أن الورقة ستسقط بسرعة أبطأ بكثير لماذا؟ لأنه سيكون في تأثير الهوى يأثر على الورقة ويبطئ سرعتها غير الكرة تأثير الهوى سيكون عليها أقل فبالتالي سيكون سقوط الكرة أسرع من سقوط الورقة لكن هل يفرق تسارعهم؟ يعني تسارع المؤثر عليهم هل تسارع هذه الكرة سقوط الورقة؟ لأنه أي شيء يأثر عليهم هنا؟ هنا يأثر عليهم فقط تسارع الجاذبية اللي هو 9.8 متر لكل ثانية تربيع مرة ثانية من خبرتكم شاهدتك أنت عارف أن الورقة ستسقط بسرعة أقل ليس؟ لوجود تأثير الهوى خذنا الورقة والكرة في غرفة وفرغ تماما من الهوى وأسقطناهم هل تعتقد سرعة سقوطهم هتكون نفسها؟ الإجابة نعم وهذه التجربة موجودة وعملوها العلماء وتقدر تشوفها على اليوتيوب أعمل بحث في اليوتيوب على سقوط كرة وريشة وشوف هذه التجربة سقوط الكرة وريشة في غرفة مفرغة من الهوى ستلاقي أنهم سقطوا بنفس السرعة لماذا بنفس السرعة؟ لأن تسارعهم واحد الذي هو تسارع الجاذبية الأرضية حتى هذه التسارع تسارع الجاذبية الأرضية لا يوجد أي قوة ثانية تأثر عليهم غير الجاذبية الأرضية بما أن تسارع الجاذبية الأرضية نفسه بالتالي سرعة سقوطهم ستكون نفسها قلف كرة إلى أعلى طيب الآن سنبدأ بالكرة نرفعها إلى أعلى بسرعة معينة ما تتوقع سيصير الكرة سيكون لها سرعة ابتدائية مثلا في البداية ستكون تحرك بسرعة بعدين تبدأ السرعة تتباطئ تتباطئ إلى أن تقف تماما وبعدها ستبدأ بالنزول مرة ثانية برضو سرعتها في النزول ستبدأ تتزايد تتزايد إلى أن تصل إلى الأرض مرة ثانية طيب هذا الكلام ليش يصير طرعة معينة لما تركتها ميدي صار إيش بأثر عليها قوة الجاذبية الأرضية وزي ما قلنا قوة الجاذبية الأرضية ثابتة في أي مكان اللي هو جي اللي هو 9.8 متر لكل ثانية تربية هذا تسارع الجاذبية الأرضية أي جسم على سطح الكرة الأرضية بتأثر عليها الجاذبية بها فتلأ أنا رميتها بسرعة معينة لكن التسارع أشوف عكس السرعة بدأت سرعة اتجاه السرعة على فوق لو اعتبرت أنا هذا الاتجاه الموجب وهذا الاتجاه السالب فالسرعة اللي أنا دفعت بها الكرة في البداية كانت موجبة لكن التسارع سالي بالتالي قلت السرعة قلت السرعة إلى أن توقفت الكرة تماماً بعدين بدأت السرعة بالتزايد في هذا الاتجاه لأنه تجاه السرعة السرعة بتزيد طيب خلينا ناخد هذه النقطة في هذه النقطة كم كانت سرعة الكرة سرعة الكرة كانت صفر لأنها توقفت تقريباً لجزء من الثانية بعدها بدأت بالنزول الثاني لكن كم كان تسارعها تسارع سالب 9.8 متر لكل ثانية تربيع لأنه دائماً تسارع الجاذبية ثابت ما يتغير ما يتوقف أي جسم على سطح الكرة الأرضية تأثر عليها الجاذبية بهذا التسارع ليس أنا حطيت السالب؟ لأن أنا اعتبرت الموجب تجاه الموجب الأعلى تجاه السالب الأسفل تجاه التسارع تسارع الجاذبية الأرضية دائماً اتجاهه نحو الأرض يعني على هذا الاتجاه عشان كذا حطيت السالب ممكن أفترض أنه هذا الاتجاه السالب وهذا الاتجاه الموجب في هذه الحالة أي سرعة متجهة الأعلى أعتبرها سالبة وأي سرعة أو تسارع متجهة الأسفل أعتبره موجب في هذه الحالة التسارع حينها سيكون موجب طبعاً نقدر نطبق جميع موادلات الحركة مع الجاذبية الأرضية مجرد التسارع نحطه الأرضية وطبعاً ننتبه للإشارة واتجاه السرعة والتسارع سنرى كيف في الأمثلة ترجمة نانسي قنقر